بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في خدمة دروس درسنا لهذا اليوم بعنوان حد البغي سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على تعريف البغاة وسنتعرف على وجوب تولية الحاكم وأهميته وسنعرف حكم السمع والطاعة لولي الأمر وسنتعرف على البيعة للحاكم وسنعرف حكم الخروج على ولي أمر المسلمين وسنتعرف على كيفية التعامل مع البغاة وسنعرف ما يحرم فعله في قتال البغاة أولا معنى البغاة معناه لغة هو جمع باغ من البغي والبغي هو الظلم والتعدي أما معناه شرعا فهم قوم لهم قوة ومنع يخرجون على الحاكم بتأويل سائر وجوب تولية الحاكم وأهميته ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين وضرورياته بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماعهم ولا بد عند الاجتماع من أمير وقد أمر الشارع به في الاجتماع القليل العارض كالسفر تنبيها بذلك على ما هو أهم قال صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ولأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والعدل ونصرة المظلوم وإقامة الحدود ولا يتم ذلك إلا بالقوة والإمارة حكم السمع والطاعة لولي الأمر تجب طاعة ولاة الأمر في المعروف والدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وشرط الطاعة ألا تكون في معصية له فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة وأصل من أصولهم التي فارقوا بها أهل الأهواء والبدع إذا تمت البيعة للحاكم بأن بايعه أهل الحل والعقد ثبتت ولايته ووجب الطاعة ويكفي بقية الرعية أن يعتقدوا دخولهم تحت طاعة الحاكم وأن يسمعوا ويطيعوا فمن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية قال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية ننتقل بعد ذلك إلى حكم الخروج على ولي أمر المسلمين لا يجوز الخروج على ولي الأمر ولا نزع يد من طاعته ولو جار وظلم وإنما الواجب على المسلم أن يكره ظلمه ومعصيته ويصبر عليه ويناصحه ويجب على أهل العلم والفضل والاجتهاد مناصحته سررا من غير إثارة فتنة أو تحريض عليه قال صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة وقال صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان مات ميتة جاهلية ولذا أمر صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم بالصبر لما أخبرهم أن الأمراء سيستأثرون عليهم ويمنعونهم حقوقهم كيفية التعامل مع البواه يجب على الحاكم أن يراسل الخارجين عليه فيسألهم عما ينقمون عليه ذرءا للمفسدة وقطعا لحجتهم فإن قموا عليه حراما كأن يذكروا ظلما وجب عليه إزالته وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا مخالفته للحق فإنه يبين لهم ما أشكل عليهم ويبين لهم حجته فإن رجعوا وإلا كانوا بغاة واجب قتالهم لدفع شرهم وعلى الرعية معاونة الإمام في قتالهم لأنه لما قامت الحجة وأزيلت الشبهة صاروا مفسدين في الأرض قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله ما يحرم فعله في قتال البغاة يحرم في قتال البغاة ما يلي أولا قتلهم بما يعم كالقذائف المدمرة ثانيا قتل ذريتهم وجريحهم ومدبرهم ومن ترك القتال منهم ومن أسر منهم فلا يجوز قتلهم ثالثا غنيمة أموالهم لبقاء ملكهم عليها وما تلف حال المقاتلة من الأنفس والأموال فهو غير مضمون إلا من وجد ماله بعينه فإنه يأخذه فائدة قتال البغاة يختلف عن بقية الحدود من حيث إنه لا يعد عقوبة بالمعنى المألوف للعقوبة التي توقع على الأفراد وإنما هو من باب دفع الصائل فيعمل الإمام على دفع شرهم بالأسهل فالأسهل فمتى دفع شرهم بالموعظة لم يجوز قتالهم كتاما عزيز الطالب هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس عرفنا فيه تعريف البغاة لغة وشرعا وعرفنا حكم السمع والطاعة لولي الأمر وعرفنا كيفية التعامل مع البغاة وعرفنا ما يحرم فعله في قتال البغاة مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة